سجل شهر إبريل الماضي درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة حيث اعتبر الأكثر سخونة على الإطلاق وذلك وفقا لبيانات حديثة من مرصد كوبريني كوس الأوروبية وشهد العالم 11 شهرا متتاليا من درجات الحرارة العالمية المرتفعة فيما حذر عدد من العلماء من أن هناك فرصة قوية لتفوق عام 2024 على العام الماضي باعتباره العام الأكثر حرارة على الإطلاق في إبريل الماضي العالم كان على موعد مع درجات حرارة قياسية رغم تراجع ظاهرة النينيو التي تساهم في زيادة الاحترار وفق ما ذكره مرصد كوبريني كوس الأوروبي المرصد أكد أيضا أن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يؤدي إلى تفاقم الظواهر المتطرفة مشيرا إلى أنه منذ يونيو 2023 كان كل شهر الأكثر حرا مغارنة بالفترات نفسها من الأعوام السابقة شهر إبريل الماضي هو شهر الحادي عشر الذي كانت فيه درجة الحرارة الأكثر دفعا على الإطلاق لنفس الشهر في جميع الأعوام السابقة وهذه واحدة من أطول سلسلة من سجلات درجات الحرارة التي شهدناها في العقود الأخيرة العالم شهد ظواهر مناخية متناغضة في إبريل الفائد فيضانات وموجات جفاف في أمريكا الشمالية وشمال المكسيك ورطوبة في أجزاء من أوروبا فيما تعرضت مساحة شاسعة من آسيا لموجات حر شديد الأمر المحير أنه على الرغم النهاية ظاهرة النينيو فإن درجات حرارة سطح البحر تظل مرتفعة للغاية العديد من العلماء طرحوا سؤالا عن ما إذا كان من الممكن أن يكون هناك تحول في النظام المناخي أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة تحول محتملة ارتفاع درجة حرارة المحيطات يهدد الحياة البحرية ويؤدي إلى زيادة الرطوبة في الغلاف الجوي ويعرض دورها في امتصاص بعاثات الغازات الدفئة للخطر في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من احتمالية أن يشهد العام الحالي درجة حرارة غياسية ما يدفع الكوكب إلى حافة الهاوية